أعطيك يا أبو علي لك و لإخوان المشاهدين و أخوات المشاهدات أعطيك ضوابط في قضية ما يحرم من الأطعمة ما يحرم من الأطعمة طبعا الأصل في الأطعمة الحلوى الجواز و الإباح هذا هو الأصل الأصل في الأطعمة كلها الحلوى الجواز و الإباح إلا ما جاء الدليل بالنهي عنه بتحريمه منها أولا كل ذي ناب من السباع يحرم أكل كل ذي ناب من السباع بمعنى أن كل حيوان له ناب وهو سبع يحرم أكله لا بد من وصفين له ناب يصيد به وهو سبع بمعنى يعد على الناس ويعد على فريسته هذا الأمر الأول الثاني كل ذي مخلب من الطير كل ذي مخلب من الطير مثل ما ذكرت لك الآن أي طائر يصيد بمخلبه فحرام مثل النسر والصقر والشاهين والعقاب وبقية هذه الطيور الثالث كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله يحرم أكله كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله يحرم أكله ومن ذلك النملة والنحلة والهدهد والسرد وكذلك الضفدع هذه كلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها فكل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام قتل يحرم أكله الرابع كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فإنه يحرم وأكله وقال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والعقرب والحية والحدأة والكلب العقور طبعا الكلاب الأصل أنها هذه محرمة فكل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله يحرم أكله يحرم أكل الحيات والعقارب والغربان والحداء وهو طائر معروف وهذا الحداء طائر يعني فيه شر خاصة للمسافرين يعني يهجم عليهم وربما فقع العين والفأرة كذلك يحرم أكلها الخامس كل ما جاء النص بحرمته ولو كان مباحا في الأصل يعني مثل الحمار الأهلي النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر حرم الحمر الأهلية وأمر بإكفاء القدور وكانت تغلي بلحم الحمر الأهلية وكذلك الميتة والخنزير قل إنما حرم نعم الميتة والخنزير والدم المسفوح أو دم مسفوع هذه كلها مما حرمه النص الشرعي جاء التحرين في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر